السلام عليكم من عاكم امير مرحبا بكم في قناتكم تريك برو اليوم ان شاء الله نترقوا لحلقة مفيدة حلقة تتمكن من خلالها الحفاظ على خصوصيتك اليوم نتعرف على كود من الاكواد الموجودة في هواتف الاندرويد خاصة الحديثة منهم هذا الكود سوف نستعمله بدك من اجل الحفاظ على خصوصية اجهزتنا حيث انك في بعض الاحيان تترك هاتفك في مكان ما ولكن لا تعلم ان تم استعمال هاتفك ام لا وايضا يستطيع ان يقوم احد الاشخاص بوضع تطبيق من اجل التجزس عليك ولكن انت لا تعلم ايضا ان تم وضع التطبيق ام لا وخاصة في ظل اه وجود طرق لاخفاء هذه التطبيقات لكن عبر اه هذه الطريقة سوف نقوم بدك باستعمال هذا الكود من اجل معرفة ان تم وضع هذا التطبيق وسنذهب لحذفه وايضا اذا تم استعمال هاتفك في غيابك قبل البدء في الشرح لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيهات والاعجاب بالفيديو اول شي ندخل الى تطبيق المكالمات ثم ندخل الكود التالي نجمة جيز نجمة جيز اربعة ستة تلاتة ستة جيز نجمة جيز نجمة تنبتق لنا هاته النافذة نحن تهمنا يهمنا فقط خيار يوزيج ستاتيستيكس نضغط عليه كما ترون اعطانا التطبيق ووقت استعمالك لتطبيق وايضا مدة استعمالك لتطبيق كيف نستطيع الاستفادة من هاته الاستوريك هي عبر انا انك مثلا تركت هاتفك على الساعة مثلا الخامسة ورجعت الى هاتفك على الساعة اتناش عبر هذه الاستوريك تستطيع معرفة ان تم الدخول الى هاتفك ام لا وايضا مدة استعمال استعمال التطبيقات في هاتفك كما ترون هنا يعطينا جميع ستاتيستيك الخاصة باستعمال الجهاز ايضا بالنسبة ان تم وضع تطبيق ام لا تطبيق لم تنصبه انت فتستطيع رؤية ذلك عبر هاته الاستوريك عندما ترى هنا تطبيق لم تقم بتتبيته انت فتعرف ان هناك لقد تم وضع تطبيق لم تقم بتتبيته قد يكون تطبيق خاص بالاطلاع على خصوصيتك فتذهب وتقوم بحتفه مباشرة واذا وجدت ايضا ان هناك من استعمل هاتفك في غيابك ستقوم بتغيير كلمة سر او الشيء الذي وضعته في هاتفك اذا هاته الحلقة من اجل حماية خصوصيتكم ان شاء الله تكون حلقة اليوم قد اعجبتكم وان شاء الله هنكون قد افتكم بالقدر الذي استطيع لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيهات والاعجاب بالفيديو وفي حلقات اخرى والسلام عليكم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك